هذولا شنو جريمتهم؟ جريمتهم انه عدهم شرفية عالية ووجدان شافة والوضع في غزة ويومية صور الاطفال المنحورين وصور النساء فهوش يطلع من ايده يعني قزي لازم يصير يدرب نفسه وياخذ هاي التقنية ويحاول يدافع منها من العراق يدافع عن غزة ويدافع عن دينه وعن مذهبه وعن عقيدته وعن ناسه وهي الصور المروعة اللي ما تغادر ذاكرة العراقيين صعبة علينا احنا وخاصة قطاع الشباب هم يعني هذا المجتمع الحجدي اكثر مجتمع شاب ويطالب دائما من الدولة الغير قادرة المثقلة بالمشاكل المثقلة بالانه يكون لها كلمة في وضع غزة وتدخل مباشر لتغيير موازين القوى سادة ابو مثاق وتردوها امام الرحب الاسرائيلي تردون الصراحة لا تردون واحد يجاملكم خويا سادة ابو مثاق انتو محامين ولدكم يا غزة هاي امريكا قاعد تقصفكم بجلف الصخر قصفتكم بنص بغداد بصف وزارة الداخلية يا غزة هاي غير كل من يتمدع على قد غطاء لعدكم امكانية نقول والله خلص توكلوا يا غزة هاي ولدنا احنا هنا بالعراق ببغداد ببابل بالقائم محاميهم يا غزة هاي يعني من حقك انه العراقي اليوم يتعير حقيقة انا اقول لك احنا خاصة من الاطار نتعير انه ولدكم انضربوا ولدكم صاروا على قولة البعض حاشاكم صاروا كباب والله هذه الانسلاخ عن الواقع اليوم لو واحد ينسلخ عن واقعه ويصور نفسه هو عايش بجزيرة الواق واق ويقوم يتهكم هذا التهكم والسخرية والهذا احنا ناخذها ما اخذ الجد وهي يعني تطعم في وجدان الشعب العراقي لا احنا ما راح نسكت عن هاي دماء ابنائنا لكن الامريكا ما سبقت انه ضربت اليابان وضربت اشكال في اصحاء الارض شنو معناتها هاي الشعوب هاي الشعوب اللي انضربت ما نهضت ما سوت نهضة اقتصادية ما سوت بلدان ما بنت حكومات ما اتطورت طيب استاذ ابو ميثار اكثر مثل الصين شوكفي في حلق امريكا وغيرها يعني احنا اليوم ننظره بصحيح ونتلقى الضربات وانا يعني لينكر هذا الشيء يعني اللب عقلة فدلوثة معينة لا احنا ما ننكر استاذ ابو ميثار حسنت قبل شوية كيف انا جاء ننطي شهداء وتضحيات عزيزة بس دوام الحال من المحال يا استاذ محمد قلت لي ما معني لاطار التنسيقي ببناء دولة شون تريدنا نصير مثل الصين وتريدنا نصير مثل اليابان عموما استاذ ابو ميثار خلينا اروح للدكتور مناف الموسوي دكتور مناف خلينا ناغم اليوم بنات الدولة يا استاذ محمد خلينا ناغم ماكو بنات الدولة كدعات حرب ماكو بنات الدولة كدعات حرب انا اريد منك اليوم تجزملي انه احنا جينا على انقاذ دولة ما كانت اكو دولة حتى الطالبني ابني دولة لكن انت اليوم تنسف جهد من 1920 الى 2003 لذا لعد هذا الواقع اللي بالعراق شنو كان أنا اليوم أبني دولة لو أدير دولة من ألف سمية وعشرين أترجاك جاوبني أترجاك جاوبني أترجاك جاوبني شنو جهود نور السعيد شنو جهود عبد الكريم قاسم شنو جهود حزب البعث مع كل الخلافات اللي حدناوا ياهم إذا أنا اليوم أبني دولة أنا مطالب بإدارة دولة لو بناها